أهلا بحضراتكم مرة تانية معهد بحوث الإلكترونيات واحد من المؤسسات العلمية المصرية اللي بتشتغل على إجراء دراسات وأبحاث في مجال الإلكترونيات والمعلومات لدعم الاقتصاد وزيادة إمكانيات التنافس الصناعي والاستراتيجي من كم يوم المعهد أعلن عن مجموعة من براءات الاختراع أبرزها براءة اختراع عن نظام مرأبة وتقييم بيئي مزود بأجهزة مرأبة حديثة ومتطورة خلونا نتعرف أكتر على هذا الابتكار ونتعرف كمان على المهام المنوط بها معهد بحوث الإلكترونيات في دعم مسيرة البحث العلمي من الدكتورة شيرينة عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات اللي من ورانا صباح الخير عليك دكتور صباح الفول صباح الخير أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك قبل ما نتكلم عن براءة الاختراع دي عايزين نتكلم في البداية عن دور المعهد ونتكلم عن ما يقوم به المعهد خلال السنوات الماضية منذ إن شاءه معهد بحوث الإلكترونيات هو معهد بحسي تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنشئ سنة 1989 هو منوط بالأبحاث الخاصة بمجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا للاتصالات والمعلومات المعهد بيضم ما يقرب من 240 باحث وعلم في المجالات المختلفة عندنا سبع أقسام في المعهد قسم الحاسبات والنظم المعلوماتية قسم الإلكترونيات الدقيقة قسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة قسم هندسة الموجات المايكروئية قسم الدوائر الشريطية وعندنا معامل متخصصة ومعامل مركزية كتير في مجال تطبيقات الانو تكنولوجي في مجال حسابة السحابية في مجالات كتيرة بتغطي صناعة الإلكترونيات تمام دكتور هنقدر نقول أن ده ممكن يكون بيشارك أو معانا شوية في المشروعات القومية نقدر نقول أن المعهد بيساهم في أن هو يسهل الأمور بحيث أن المشروعات القومية تبقى فيها تطبيق بشكل أسهل وأوضح الحقيقة المعهد بيشارك في العديد من المشروعات عندنا مشروعين قوميين كبار جدا والدولة مهتمية بيها المشروع الأول مدينة العلوم لأبحاث وصناعات التكنولوجيا وده مدينة أو وادي علوم الوحيد في مصر والشرق الأوسط المتخصص في مجال الإلكترونيات وصناعة التكنولوجيا للمعلومات المدينة دي مفروض أنها بتحتضن أو أنها تكون بيئة محفزة وداعمة لرواد الأعمال في المجال ده بتحتضنهم من شباب عندهم أفكار ابتكارية في مجال صناعة الإلكترونيات لأنهم يكونوا شركات نشأة بتضم كمان الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية بتعمل شبكة من التواصل ما بين كل الأطراف دي داخليا ودوليا المشروع الثاني مشروع إنشاء الكلين روم أو غرفة نظيفة لصناعة الإلكترونيات إحنا عندنا القدرات أو القوة البشرية العلماء المتميزين في تصميم الإلكترونيات الدقيقة ولكن يعني بنتوقف عن صناعتها حركوا عارفين صناعة الرقائق الإلكترونية والمشاكل الموجودة في العالم فإحنا لو أنشأنا الغرفة النظيفة اللي إحنا بصدد إنشاءها هنقدر نصمم ونصنع الإلكترونيات الدقيقة وده حينق المصر نقلة تانية خالص إن شاء الله دول من أكبر إحنا عندنا خطة لحاجة زي كده؟ بالضبط إحنا عندنا المشروع ده إحنا حاليا في مرحلة دراسة الجدوى السوقية والاقتصادية بنختار أفضل التكنولوجيات اللي تدر عائد اقتصادي وتديني تكنولوجيا وعلم قوي يعني ترفع من شأن مصر إن شاء الله طيب دكتورة شرين براءة اختراع لنظام مراقبة بيئي عايزين نفهم عنه أكتر لأنه الموضوع شايق الحقيقة نظام مراقبة وتقييم بيئي مزود بأجهزة مراقبة حديثة ومتطورة الحقيقة البراءة دي احنا اشتغلنا فيها أنا وفريق عملي احنا كلنا يعني سيدات تلاتة اشتغلنا فيها في أبحاث ومشاريع من 2010 قدمناها 2013 البراءة عامة لكن احنا تخصصنا في تطبيقها للأراضي الزراعية احنا بنصنع مجسات المجسات دي أجهزة إلكترونية بتشوف احتياج النباتي يعني كان حلمي وقتها أن يخلي الزراعة بتتكلم يعني الزرعة بتاعتك بتبلغك بتقولك أنا عندي نقص في الأسمدة أنا محتاجة ترويني دلوقتي نحن نوصل أننا أعرف احتياج النبات بالزبط وقديهوله يبقى أنا بعلي جودة المنتجات بتاعتي اللي بتطلع من الأراضي الزراعية فبالفعل صنعنا أجهزة صممنا ونفذنا عدد من الأجهزة اللي بتقدر تتواصل مع بعضها لبعض وتقدر تقولي احتياج النبات في رقع الزراعية إزاي بتدينا بأنه هو جاتن هو بيقولي مجرد أنه هو بيقولي النبات محتاج إيه محتاج أقل لدرجة الحرارة محتاج أروي محتاج أزود شدة الإضاءة بعد كده بقى يرسل لي البيانات دي مش مجرد أن المزارع واقف قدام الشجرة فبيعرف الاحتياج ده لا بترسل لي البيانات دي على التابلت بتاعي أو اللابتوب ببتاعي مثل الأبليكيشن مثلا بالضبط بعد كده انتقلنا بقى لأ طب أنا عايز أخذ قرار يعني إيه القرار وإيه التنبؤ باللي بعد كده يعني لو أنا حسيت أن هي تحت تأثير أو عوامل معينة إيه اللي أخده خلال الشهر اللي جاي يعني حسب مثلا لو أنا بزرع بطاطس لا ده أنا هجنيها في بعد فترة معينة وها بيعها يعني هخزنها وابيعها كده قبل ما يحصل لها عطب أو قبل ما تمرت فكمان بقينا المرحلة اللي بعدها ناخد قرار إيه اللي هيتم المفروض المرحلة اللي احنا فيها أنه يتم التنفيذ بمعنى أننا لو عرفت أنها محتاجة كمية راي معينة أننا ننفس في اللحظة مش من خلال أنها تبقى عملية مميكنة بالكامل مش من خلال مزاعة العالي قطعك يا دكتور عزران ده بيحصل لوحدكم ولا أنتو بتنسقهم مثلا مع معهد البحوث الزراعية مع كليات العلوم أقسام النباتات أقسام الميكروبيولوجي يعني فيه ناس دي شغلانتهم النبات أنتو عايزين النبات يتكلم فبتنسقهم مع مين بأولا أنتو بتشتغل لوحدكم خاصة طيب إحنا المعهد كله مش بس كمجموعة بحسية إحنا بنخدم على كافة القطاعات قطع الصناعي الزراعي الطبي يعني كل القطاعات دي المفروض أن هي بتقولي هي محتاجة إيه وأنا بصمم الجهاز أو بصمم التكنولوجي اللي بتخدم عليها فأي فريق عمل هتلاقيه في معه بحسية الإلكترونيات معاقل تيم سواء من الزراع أو من الطب أو من الفضاء على حسب القطاع اللي احنا شغالين فيه بالضبط فاحنا مكملين للقطاعات الأخرى طيب عظيم لكن في النهاية بيكون فيه تدخل برضو من المزارع أو تدخل بشري يعني مش كله هيمشي بالشكل ده ولكن ممكن برضو السلتدخل البشري اللي قاعد على السيستم وبيشغله هو إنسان يعني هو المعلومات اللي أنا بغزي بيها السيستم هو خبير في الزراعة هو اللي بديهاني فالإنسان متواجد معايا في كل السيستم ولكن كل ما أقدر أعمل إدارة حسنة للمناطق الزراعية يعني إحنا وصلنا أن ممكن صاحب القرار بيطلع على كل الأراضي الزراعية وبيشوف احتياجها وبيعرف ما هو الإنفارومنت اللي أنا بديه أو البيئة اللي أنا بديها للزرعة بتبين لي المستوى بتاعها إيه يعني على سبيل المثال الطماطم دي جريد مستوى أول أو مستوى تاني وهنصدر بأني نوعية فهو المنتج اللي أنا بديه له وحنعنيه بقى في صوب في أرض أيا كان حيتعمل معلوش بزبط علاقة أنه حيطبق في مكان معين أو على مساحة معينة أو على سكين معين بزبط طب دكتورة الطاقة إحنا بقى عايزين نعرف الأجهزة دي حتستخدم طاقة إزاي الأجهزة دي حتساعدنا أن إحنا نعمل إيه في الطاقة اللي عندنا إحنا أصلا حنوفر طاقة إزاي الملف الأهم يمكن أو الأبرز اللي بنتكلم فيه في الفترة الأخيرة هو ملف الطاقة فإحنا عايزين نعرف إحنا حنشتغل عليها إزاي والأجهزة دي حنستخدم لها طاقة إزاي خلينا أقول لأول الملف الأصغر هي الأجهزة دي الأجهزة دي بتستخدم بالطاقة الشمسية هي طول النهار بتخزن الطاقة من الشمس وبعد كده بتشتغل بالليل من خلال الطاقة اللي خزنتها الساستم ده بيشتغل كده فعليا ولكن لما بنيجي بقى نتكلم الطاقة في معهد بحوث الإلكترونيات الحقيقة أنا عندي قسمين متخصصين في الطاقة اللي هو قسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة وقسم الخلايا إضاوية الطاقة بتجيلي من الشمس بتجيلي من حركة الرياح بتجيلي من الحرارة بحولها وبدخلها على الشبكات القهربائية فقسم الطاقة العالية هو المنوض به أنه يعمل محولات الطاقة أنه يأخذ الطاقة ويحولها على الشبكة القهربائية إحنا عندنا بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو بدعم منها عندنا معمل تم إنشاؤه بالتعاون مع الصين أنشئ في سهاج المعمل ده لتصنيع الخلايا الشمسية وبيبتدي يصنعها مش مجرد أنه هو بيجمع الألواح الشمسية لأ ده بيصنعها من بداية من الوافر كمان على المباني الخاصة بمعهد بحوث الإلكترونيات إحنا وضعنا خلايا شمسية علشان نستفيد ونقلل استهلاكنا من الكهرباء فعملين جزء وهنستكمل الجزء ده بحيث أننا نستفيد من الطاقة الشمسية أو من الخلايا اللي إحنا مصنعينها في توفير استهلاكنا من الشبكة عندنا كمان أقسام بتعمل جزء جديد من التكنولوجي زريف جدا أنا بيصدر موجات كهرومغناطيسية من محطات الممويل ومن الموبايلات نفسها لو قدرت أجمع الموجات الكهرومغناطيسية دي وأستفيد بيها بدل استخدامي للبطاريات أو المكسفات وده بالفعل تم في أحد المشروعات اللي عندنا الطاقة كمان عندنا معمل لبطاريات الليثيوم وبطاريات الليثيوم دي بتستخدم في السيارات الكهربائية اللي هي دخل علينا بقوة المرحلة القادمة فإحنا عندنا معمل لتصميم وتصنيع بطاريات الليثيوم وعندنا كمان شباب احتضلناهم من تقريبا 2019 النهاردة بقوا شركة نشأة متواجدة عندنا في المعهد لتصميم وتصنيع بطاريات الليثيوم عظيم ده اهتمام كبير قوي من المعهد بقطاع الطاقة عايزين نتكلم برضو عن حاجة وإحنا بنتكلم داتي وحضرين قلتين أن أنتم بتدعموا بكل تأكيد المشروعات القومية الدورة بتقوم عليها خلال الفترة اللي فاتت واحد من ضمن المشروعات القومية المهمة جدا هو البرنامج الفضاء المصري تمام ازاي بتدعموه؟ البرنامج الفضاء المصري وفي سياق التعاون مع الجهات الأخرى احنا بنتعاون مع الهائة القومية الاستشارة عن بعض وعلوم الفضاء ووكالة الفضاء المصرية في عدد من المشروعات عندنا مشروع اسمه الاس باند اللي هي بنصمم ونصنع وسائل الاتصالات اللي بتتحطى على القمر الصناعي فعندنا القمر الصناعي كيوب سات وهو التحدي اللي فيه أنه صغير الحجم بيبقى 10 سنتي في 10 سنتي في 10 سنتي في 10 سنتي عليه بيقوم بيها معهد بحوث الإلكترونيات عملنا دراسة جدوى سابقة مع احد هذه الجهات على ازاي نقلل الطاقة المستهلكة في انطلاق القمر الصناعي بقوة الدفع الكهرو مغناطيسي فاحنا برضو عندنا مشروعات كتيرة داخلين حاليا مع وكالة الفضاء في مشروع لتصنيع أمر صناعي بيرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومياه النهر النيل يعني عندنا تطبيقات كثيرة يعني لو البرنامج هيسمح المعهد بيقوم بأنشطة كتير جدا على مستوى الدولة حارك زكارتي المية وده واحد من التحديات اللي احنا بنواجهها في الفترة اللي جاية احنا ازاي نقدر نستغل ده في ان احنا ننقب عن المية الجوفية اعتقد ان ده هيوفر عليها مصاريف كتير قوي ان احنا نبتدي التنقيب من غير ما نبقى عارفين يعني مجرد بس عن طريق الحسابات ان احنا نبقى عارفين متوسط المية لكن الجهاز ممكن لو تم توصني حاجة زي كده ممكن تقول لنا في قد اي مية درجة الملوحة كل التفاصيل دي من غير بقس ما نحفر ولا نبتدي ناخد عينيات احنا عندنا الرادار الاختراقي اللي بيستخدم فيه الارض الرادار ده بيقدر يكتشف المياه الجوفية اللي موجودة على اعماق تحت الارض من غير ما نحفر وده بيكون فيه ترددات منخفضة فبالفعل احنا عندنا التكنولوجي دي وطبقناها قبل كده بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية وكمان عندنا لو بنكلم على توفير المياه يعني التنقيب عن الابار ده موجود ولو بنكلم على توفير المياه عندنا اكتر من مشروع لتنقية المياه سواء المياه اللي بتخرج من المصانع سواء مصانع الغزل والنسيج أو مصانع تكرير البترول ازاي ناخد المياه الخارجة من الضبط وننوقيها ونعيد استخدامها مرة اخرى ولياكم في الزراعة مثلا فده كمان متواجد في المعهد طيب دكتورة شيرينو حيب نتكلم عن براءات الاختراع ده لسه فيه كمان من ايام قليلة جدا فيه براءتين اختراع مهمين جدا تصميم الهوائيات الشريطية مزبوط ده هنعوز نعرفه وفيه كمان مستشار تجويف الدوائر الشريطية ده حاجة وده حاجة الحقيقة احنا في اخر شهر ده قبل لنا من مكتب البراءات المصري تلت براءات وفي مجال الالكترونيكس يمكن في مجال الصيدلة والزراعة البراءات بتبقى اكتر شوية في مجال الالكترونيكس قبول البراءة لان تكنولوجي عالية جدا ومتغيرة جدا فقبول البراءة بيبقى صعبة هي اصلا تفاصيل التسجيل بتبقى صعبة وطويلة ومحتاجة اجراءات بالزبط الجهاز الاولاني تكشف عن الفيروسات ده احنا مسجلينه من تسع سنين الجهاز مصفوفة الهوائيات ده من سبع سنين الجهاز التقييمي ده يمكن لانه احداثهم فاخد مدة المكتب البراءات فعلا بيحدث نفسه هتلاقي حالتك انه تم منحها في ثلاث سنين وتمان شهور ففعلا مكتب البراءات المصري بيبتدى يطور نفسه جهاز الكشف عن الفيروسات والبكترية ده الحقيقة اثبت يعني يبتدينا نجربه واثبت ضقة البيانات بتاعته ده جهاز سهل انه هو يكتشف الفيروسات زي الروتة مراد الروتة لإسهال الاطفال او السلمونالا لو بنكلم عن البكترية سهل التنقل نقدر نستخدمه في القرى الصعب الوصول الخدمات الطبية اليها على الحدود في حال الجائحة زي فيروس كورونا وبالفعل طبقناه على فيروس كورونا وده نتائج قريبة جدا من البي سي ار عظيم براءات اختراع متتالية في أسابيع يعني وراء بعضها طبعا نبدو شكرا جزيلا على كل هذا المجهود لحضرتك والفريق العمل كمان اللي معاكي دكتورة شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوثة الإلكترونيات شكرا جزيلا لك يا فانو شكرا جزيلا لك يا فانو شكرا جزيلا لك يا فانو